تاريخ التعليم في دولة الكويت نتحدث وياه ونستكبل وياه الحوار ما هي مخرجات التعليم الديني وما هما المناصب الذين تبوؤوها خريجين طبعاً يعني هناك كثير حقيقة من رجالات الكويت كانوا هم يعني من خريجين التعليم الديني يعني حقيقة اليوم إذا بنذكر يعني صراحة ما نقدر نستوفي يعني حقه كثير منهم لكن يعني إحنا اليوم بنذكر يعني على سبيل المثال كثير من هؤلاء حقيقة كانوا في البداية كانوا ندرسوا في التعليم الديني في المعهد الديني وكانوا خريجين يعني من التعليم الديني نذكر منهم يعني مستشار أحمد سلطان أبو طيبان وحمد عبد العزيز الحميدي وحمد حمود عبد الوهاب الرومي وعبد الرحمن عبد الله المجحم وعبد العزيز عبد القادر السرحان مستشار عبد الله علي العيسى ويوسف محمد صالح التركي حقيقة يعني هذه الأسماء كانت هي أول دفعة تخرجت من التعليم الديني كذلك يعني يمكن من الدفعات اللاحقة بعد ذلك يعني اللي تخرج من التعليم الديني دكتور عجيل النشمي ودكتور خالد المذكور اللي كانوا بعد ذلك يعني يكملوا وهذا يعني أقلم هم كانوا يعني من يعني حقيقة تبواءوا مناصب كثيرة وكبيرة في الدولة هم كانوا يعني بالأصل هم كانوا خريجين من المعهد الديني كذلك يعني في كثير يعني من الجانب الآخر من طلاب المنح الدراسية حقيقة اللي فعلا يعني تخرجوا من دولة الكويت وراحوا بلدانهم أنا حقيقة يعني التغيت في بعضهم حقيقة شخصيا يعني مثل ما ذكرت أن هؤلاء ما زالوا هم سفراء لدولة الكويت وما زالوا يذكرون يعني خير دولة الكويت أنا قبل ست سنوات شكلوا طلاب شرق آسيا رابطة سموها رابطة تخريجي الكويت وحقيقة يعني بداية تأسيس هذه الرابطة دعوني وراحت زرتهم في ماليزيا والتقيت مع بعضهم يعني اليوم بعضهم كان هناك بعضهم من أصبح دكتور في جامعة ماليزيا بعضهم من أصبح يعني مساعد الوزير كذلك يعني في أفريقيا كذلك يعني البعض حقيقة كثير من الطلاب اللي كانوا اليوم عندنا تخرجوا وأصبحوا يعني مسكوا مناصب كثيرة أنا أذكر منهم حقيقة واتقيت فيه قبل فترة كان عندنا طالب اسمه أنفالي كوتي من بوركينا فاسو هذا الآن هو مستشار يعني قبل فترة لما كان زارنا بالكويت هو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في بوركينا فاسو وهو طبعا يعني من خريجين المعحد الديني بعضهم حقيقة يعني تخرجوا من المعحد الديني وكمل دراسته في دولة الكويت هنا في الجامعة والآن بعض منهم عندنا هما سواء المعلمين أو معلمات موجودين عندنا في المعحد الديني هناك حقيقة من يعني درس معانا كان عندنا دكتور أيوب صالح من دولة قانا كذلك درس معانا فترة والآن هو سافر إلى أمريكا يدرس هناك في أمريكا مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة إلى حين ذلك الوقت دمت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر